أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في حال استمرار إضراب الطلاب عن الدوام قد يؤدي ذلك إلى إلغاء العطلة الرابعية أو تقليصها وقالت مسؤولة العلاقات العامة في الوزارة ضمياء الربيعي أنه في حال استمرار إضراب طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عن الدوام فإن العطلة الرابعية قد تقلص أو تلغى مع احتمالية إلغاء عطلة يوم السبت مشددة على أن العامة الدراسي الحالي لا يمكن إلغاؤه أو تأجيله مطلقا وذلك لأن الجامعات في المحافظات الشمالية والغربية وباقي مناطق البلاد أنهت الكرسى الأول من الفصل الدراسي وهي الآن مقبلة على الامتحانات الفصلية